بيعة الرضوان فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عثمان دعا أصحابه للبيعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان سميت بذلك لأن الله سبحانه رضي عنهم فقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عدد من شهد بيعة الرضوان على أرجح الروايات 1400 رجل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار بايع بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وبعضهم بايعه على عدم الفرار من المعارك وهي أعظم بيعة وقعت في الإسلام يكفي في فضل بيعة الرضوان أن الله رضي عن أصحابها بنص القرآن جاء في فضل من شهد بيعة الرضوان أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها رواه الإمام مسلم وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية رواه مسلم وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض متفق عليه ثم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه فضرب بيده اليمنى على اليسرى وقال هذه لعثمان رواه البخاري قال أنس بن مالك رضي الله عنه فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم رواه الترمذي بإسناد الحسن لما علمت قريش ببيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا ورغبوا بالصلح فأرسلوا سهيل بن عمر يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم